رد العلم إلى الله فيما خفي عليه لا تتخيل أن المفتي مهما عظم شأنه عند القدرة على الإجابة على كل الأسئلة لا بد أن بعضها يحتاج إلى بحث وأنا أذكر الله كنا ننجس إلى كبار أهل العلم ممن تشد إليهم الرحال من الدنيا كلها يسألوا سؤالا أمام الناس يقول طب أكتب لي هذه المسألة سأبحثها مع اللجنة ولا يرى في هذا حرجا ولا عيبا ولا ينقص من قدره ولا يغض من قيمته ارتبها سأتدبرها مع اللجنة ليس هذا لا بالعيب ولا بالمنقصة لمن مال الرسول عن أربعين مسألة أجاب في أربع وفي ست وثلاثين قال لا أدري الله وعلا وقل مثل هذا عن الإمام أحمد عن الأئمة الأعلام الكبار كانوا يقولون لا أدري نصف العلم لا أدري نصف العلم ليست منقصة ولا مثلبة ولا مهانة ولا يغض من قدر أن تسأله فتقول الله أعلم أن ترد العلم إلى عالمه